اهلا بكم مشاهدنا من جديد اكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان مبادرة صنع في البحرين تعد من اهم المبادرات التي تقدمها الوزارة والتي تسعى من خلالها للترويج عن المنتج الوطني في السوق المحلية والاقليمية وتمكينها عالميا وجاء ذلك خلال حفظ تدشين مبادرة صنع في البحرين الذي اقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة والذي نظمته الوزارة بالتعاون والتنسيق مع صندوق العمل تمكين صدرات البحرين ومجموعة من الاسواق الكبرى بحضور عدد كبير من المصانع الوطنية واكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان مبادرة صنع في البحرين تساهم في تشجيع الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك صناعي عالمي ذو قيمة مضافة حيث يمثل قطاع الصناعة التحولية حاليا حوالي 14.15% من الناتج المحلي الإجمالي المنتج لما يكون يستحق أو يوصل إلى أن يكون ممكن يحصل على هذه الشارع أو التعج معناته أن المنتج جزء 35% من محتوى المنتج يكون محلي فبالتالي ممكن يستفيد من مزايا كثيرة بالإضافة إلى المزايا المحلية اللي ممكن يستفيد منها من الوزارة ومن صادرات البحرين ممكن يكون المنتج يصدر إلى الولايات المتحدة يستغل التفاقية التجارة الحرة هذا سيرفع من نسبة الصادرات وبالتالي يرفع من مساهمة الصادرات في الناتج المحلي القومي افتتح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج المتحف المصغر لطيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين في مجمع الستي سنتر وتحتفل الناقلة بالذكرى السبعين لتأسيسها من خلال المتحف الذي وثق سبعين عاما من صناعة الطيران في مملكة البحرين ويعرض تاريخ الشركة الغني منذ بدايتها في عام 1950 وتواصل طيران الخليج برنامج تحديث الأسطول وفي عام 2020 ستستلم آخر ثلاث طائرات بوينغ 7879 دريم لاينر كما ستستلم أول طائرة من طراز إيربوس 321 نيو الجديدة التي سيتم تشغيلها بشكل أساسي على الخطوط الأوروبية طويلة المدى المعرض جدا مشوق لأنه يرسم لنا ملامح الشركة الأولى إلى ما وصلت إليه اليوم وشنو التطورات اللي أنجزت في هذه المدة على قطاع الطيران بصفة عامة وعلى الشركة بصفة خاصة رح يضلها المعرض المتواجد هنا في المجمع ومن ثم سوف ننقلها بصورة دائمة إلى مقار شركة طيران الخليج في المحرد ولان مشاهدنا نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل عملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد تقدم مؤشر البحرين العام في إقفال اليوم بارتفاع بنسبة 16 من 100% مقفلاً عن مستوى 1642 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطعات الاستثمار والتأمين والخدمات والصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين واربعمائة وثلاثة ألاف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 689 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 68 صفقة وقد تركز النشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 12 من 100% أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت على تقدم نسبته 16 من 100% وننتقل إلى السوق أبوظوبي للأوراق المالية الذي سجلت تقدم نسبته 76 من 100% أما السوق دبي المالي فقد انخفضت بنسبة 42 من 100% وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على انخفاض نسبته 24 من 100% قالت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما إن الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى السعودية ارتفعت إلى 3 مليارات و 500 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ومن جهتها أكدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة التي أصدرته تزامنا مع قرب انطلاق عمال المنتد الاقتصادي العالمي في دافوس ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019 وتأتي هذه القفزة في عدد الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018 وبإجمالي 1130 شركة جديدة محققة بذلك إقبالا غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام العشرة الماضية أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي نحو 15% مقارنة مع مستوى في نهاية عام 2018 وبلغت قيمة الاحتياطي نحو 12 مليار و 170 مليون دولار في نهاية عام 2019 مقارنة مع حوالي 11 مليار و 520 مليون دولار نهاية عام 2018 وكان الاحتياطي الأجنبي للأردن تأثر سلبا بعد بداية عام 2016 من جراء تباطئ النمو في تحويلات المختربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية له رفعت مصر توقعة نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 15% و 19% وقال وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89% وذكر الوزير أن الزيادة في العجل ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مستحقة في أبريل القادم بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه مشاهدين النشط الاقتصادية مستمرة من تلفزن البحرين وفيها بعد قليل رئيس الوزراء البريطاني يجتمع مع القادة الأفريقى في قمة استثمارية تهدف إلى توسيع مروحة الشراكة التجارية لبلاده رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاتفاق التجاري مع الصين معتبرا أنه أفضل بكثير مما كان يتوقعه وقال ترمب خلال اجتماع في أوستن بتكسس أمام اتحاد أرباب العمل المزارعين أن هذا نجاح كبير للبلاد وأشهد ترمب بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين والتي يعتبر أنها الأفضل بينهم منذ سنوات عدة قائلا أن الصين تحترمهم الآن حسب ونقلت وكالة فرانس بريس من جهته أعلن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في رسالة موجهة إلى ترمب وتلاها المفاوض الصيني أن الاتفاق سيكون مفيدا للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع نمت أسعار المنتجين في ألمانيا بعكس المتوقع خلال الشهر الأخير من العام الماضي مع ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة واحد من مئة في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري مقابل استقراره في الشهر السابق له وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد أوروبي سوف تستقر خلال الشهر الماضي والآن مشاهدين ترككم مع أبرز مؤشرة الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية يجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع 16 من القادة الأفريقى في قمة استثمارية تهدف إلى توسيع مروحة الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي حسب أعلنت رأسة الحكومة البريطانية في بيان وتبحث المملكة المتحدة عن شركاء تجاريين جدد إذ أنه بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر يناير الجاري ستنتهي 47 سنة من الحياة المشتركة والتبادلات مع الاتحاد الأوروبي وقال بيان داونينغ ستريت أن جونسون سيبلغ القادة الأفريقى والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى بأنه يريد أن يجعل بريطانيا شريك الاستثمار المفضل لديهم كما ووعد بيان رئاسة الحكومة البريطانية بالإعلان عن العديد عن الاتفاقات بقيمة مليارات الجنيهات